شاكر الهدهور شاكر الهدهور ده هو لاعب من اللعيبة اللي عملت النهاردة انجاز عظيم ليفت باك جزر الكمر اللي وقف حارس مرمى النهاردة مع منتخب بلاده وقدم مباراة وياسة بالمناسبة انا اسمعت له تصريحات بعد المباراة اتكلم فيها انه كان بيحاول يلعب كان مدافع خامس في التشكيلة ما كانش بيحاول يستخدم ايده كتير وقال انه كان التصريبات اللي بتيجي عليها كنت بحاولة تصدى ليها وقال انه اخدم منتخب بلدي في اي مكان اه اه لو كيروش كان شافك كان جابك تلعب حارس مرمى عندنا ماشي شاكر الهدهور هو من موليد مدينة نانت الفرنسية موليد 4 ديسمبر 1991 عنده 30 سنة جنسيته طبعا جزر كمر وايضا عنده جنسية اخرى هي جنسية الفرنسية مركزه ظهير ايصر بيلعب بالقدم اليمنى وفريقه الحالي هو نادي اجاكسيو الفرنسي القيمة السوقية او التسوقية ليه هي 400 الف يورو مسيرة الاحترافية بدأت في فرنسا مع رديف نانت وبيون ونادي كاين ونادي شاتورو ونادي اجاكسيو الفرنسي انضم المنتخب جزر كمر 5 مارس 2014 في عمر 22 سنة و3 اشهر شارك مع جزر كمر في 28 مباراة وسجل هدف واحد يستحق ان احنا يعني نتكلم عنه شوية يستحق ايضا ان احنا نشيد به ونتكلم عنه بطريقة رائعة جدا اشتركوا في القناة